السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع موجز أنباء الآخرة حلقة النلادي هي الحلقة القبل الأخيرة وحلقة في منتهى الأهمية على فكرة الحلقة دي بالذات يهمني أوى أوى أنها توصل لجميع نساء المسلمين في كل أخطار العالم كثير من النساء بيتألموا لما يسمعوا كلمة إن الرجال لهم الحور العين ولو أن بعض برنيها بادة لتبص ضوءه ضوء الشمس والقمر ولو أن خصلة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب فبيحصل شيء من الألم في قلب النساء هو كل نعيم ده بيذكر للرجال وما للنساء لهم إيه عملت لكم حلقة مخصوصة ما لنساء المؤمنين في الجنة ربنا يا ربي يبارك في نساء المسلمين ويحشرهم في زمرة أمهات المؤمنين في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه في البداية عايز أقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائك الرجال المرأة شقيقة للرجل هي مكلفة زي ما هو مكلف هي بيتشارك الرجل في التكاليف الدنيوية والدينية وتشارك الرجل في الجزاء الأخروي يبالتكاليف الدينية الرجل مأمور بالصلاة وهي مأمورة بالصلاة رجل مأمور بكذا هو مأمور بكذا قال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحي أنه حياة طيبة ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون قال جل وعلا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض إذن لا فرق بين الرجل والمرأة في التكاليف الدينية وفي الجزاء الأخروي ولذلك تجد أن زوجة المؤمن الدنيوية اللي عايشة في الدنيا معاه يوم القيامة لما المؤمن يخش الجنة وربنا يكلم بالحور العين هتبقى معاه زوجته الدنيوية تبقى هي بمثابة الزعيمة اللي هتكون على الحور العين لأنها هتبقى أجمل من الحور العين أضعاف أضعاف ما لا يخطر على قلب بشر في الحديث العجيب الذي رواه الطبراني في الأوسط بسند صعيح لما ذكر أن يسع صلى الله عليه وسلم غناء الحور العين حينما يغنين نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام طوبى لمن كنا له وكان لنا نحن المقيمات فلا نضعن أبدا نحن الخيرات الحسان نحن الخالدات فلا يمتن أبدا إلى غير ذلك قالت أمنا عائشة فإذا قالت الحور العين كذلك ردت عليهن نساء أهل الدنيا من المؤمنات ونحن المصليات وما صليتن ونحن المتوضئات وما توضقتن ونحن المتصدقات وما تصدقتن ونحن الصائمات وما صمتن فقالت أمنا عائشة فغلبنا هن الله أكبر اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فعلا الحور العين أمرها ما شافت التعب المشقة اللي شافته المرأة في الدنيا المرأة في الدنيا تعبت وصلت وصامت ولبست حجابها في عز الحر وراحت تحج واعتمرت وصامت شهر رمضان وتزوجت وحملت وأرضعت وربت وتعبت وخدمت زوجها وخدمت أبوها وأمها كل ده مش ببلاش فبالتالي المرأة المسلمة تعبت كتير جدا جدا فربنا بيكرمنا أنها تكون أفضل من الحور العين آلاف الآلاف المرات في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذو من سمعت ولا خطر على القلب بشر دي أول هدية للمرأة المسلمة الحاجة التانية ممكن واحدة تعترض وتقول لي طيب وماذا تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح في أعلى درجات الصحة مش نقدر نعترض حديث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقالت المرأة لماذا يا رسول الله قال تكفرن قالت نكفر بالله قال لا تكفرنا بالعشير أو تكفرنا العشير اللي هو الزوج وتكفرنا من اللعن سبحان الملك تبقى تروح فينا يا شيخ محمود من الحديث دوات ليه مخرج والله العظيم ليه تفسيرين يا جماعة تفسير الأولاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سلك معهم مسلك التحذير من الوقوع في الشر زي إيه يعني لما أب يقول لابنه خد بالك يا ابني الله يكرمك أنا عايزك تذاكر وتهتم بمزاكرتك وابعد عن صحبة السوق وابعد عن كذا عن كذا لأن أخشى أن أنت تسقط وترصب وتبقى فاشل بعد كده واحزن عليك وممكن يحصل لحاجة خد بالك مقصود الرجل من ورده كله إيه زاكر يا ابني عشان تنجح واضح كده فكأن النبي بيلوم إيه بيلوم يا معشر النساء أنا عايزكم تتجنبوا حكتين لأن الحكتين دولة ممكن يكونوا أكتر حكتين يدخلوكم النار كثرة اللعن وكفران العشير إن الوحدة يكرمها زوجها سنوات طويلة جدا وطوله ما رأيته منك خيرا قط ده اسمه كفران العشير كفران النعمة خدتبالكم فكأن النبي بيلاء إيه ابعيد عن اللعن وكوني وفية لزوجك واشكوري له اللي بعمله معاك وأحسني إليه وأكرميه وعندي بعندك حصن تابعه لهذا الزوج طيب واللي فات يا رسول الله تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار عشان ده يكفر اللي انتو عملتو قبل كده ده مخرج للحديث والمخرج التاني ما احنا مش نقدر برضو نهرب عن نص الحديث وإلا نكون كده بنتلاعب بالنصوص النبي كلامه واضح يا معشى للنساء تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار فإني رأيت كنا خلاص رأيت كنا أكثر أهل النار طب ليها مخرج يا شيخ محمود والله دي هاميت مخرج أنا هقول لكم مخرج واحد منه إيه اللي هو لو جيت النهاردة حباب قلبي وقلت يا جماعة محافظة الإسكندرية مزدحمة بالسكان فهل أنا نفيت من خلال كلامي إن محافظة القاهرة أيضا مزدحمة أكثر من الإسكندرية لا ما نفيتش عايز تقول إيه عايز أقول إن النبي لما قال رأيت النساء أكثر أهل النار لم ينفي النبي أن النساء أيضا أكثر أهل الجنة وهذا ما ذهب إليه الحافظ بن حجر ده مش كلام أنا بقى ده الحافظ بن حجر رحمه الله رحمه الله رحمه الله ساعة في فتح الباري وفي كتاب الفتن بيقولك إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر ذلك لم ينفي أن النساء أيضا هن أكثر أهل الجنة ليه؟ هقول لحضرتك لإن من أشرات الساعة الصغرى والحديث رواه البخاري ومسلم أيضا في أعلى درجات الصحة إن النبي بيخبر إن من علامات الساعة الصغرى وركزه لإن الدرس ده النهاردة في غاية الأهمية لو ما طلقناش من السلسلة ده كلها إلا بالدرس ده كفاية عندي النبي أخبر إن من علامات الساعة الصغرى أن تكثر النساء في آخر الزمان ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد يعني إيه؟ يعني كل واحد يجاوز خمسين لا هيكون لكل خمسين امرأة الرجل واحد هو المسؤول عنهم بينفق عليهم ويشوف أمورهم واحتياجاتهم الحياتية طب وليه هيوصلوا خمسين امرأة قدامها رجل واحد قال لك لثلاث أسباب كثرة الحروب وفي الغالب الذي يموت في الحروب والذي يحارب هو الرجل حاجة تانية إن الرجل هو اللي بيخرج ليسع على الأرزاق فبالتالي هو أكثر الناس عرضة للحوادث والموت والحاجة تالتة إن ده أمر قدري ربنا هيقدره في آخر الزمان إن يكون عدد موليد النساء أكثر من عدد موليد الذكور ولذلك أنا وأنا بكلمكم الآن ومعاكم هوت في هذه اللحظة عدد النساء في الكون في الكرة الأرضية الآن بالنسبة لعدد الرجال 20 إلى 1 وهيزداد عدد النساء وهيوصل في يوم من الأيام زي ما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى 1 إلى 50 رجل قدامه 50 امرأة تعالوا نحسن بقى حزبة كده بسيطة طيب يوم القيامة حبيب قلبي لو خمس نساء ربنا عفيك يا رب لو خمس نساء دخلوا النار ودخل قدامهم رجل واحد يبقى إيه النساء أكثروا أهل النار حلو كده طيب بصي بقى في الوجه المقابل الله يبقى فيك ما بصش لنار بس بص للجنة ده النساء دلو كانوا 50 خمسة دخلوا النار فضل قد ايه 45 لو الـ 45 دخلوا الجنة من النساء وقدامهم رجل واحد يبقى برضو النساء وأكثروا أهل الجنة واتحت المشكلة الكبيرة ديت يبقى حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول يا معشى النساء وبعدين خب بالك ده النبي قال الكلام ده إمتى يا جماعة ده يوم عيد حد ما واحدة كاتبة مش واخد بنا مش فهم الحديث ومش عارفة سند الحديث قالت لا الحديث ده مش ممكن ده حديث موضوع معقول النبي الجميل اللي كله زوء يروح للنساء بدلا من يلوم يوم العيد كل سنة وانتو طيبين وعبال العودة وربنا يعيد علينا الآن بخير يروحوا لهم انتو من أهل النار ده النبي كأنه بيقول لهم ما تقتلوش الفرحة في قلوبكم كترهم الصدقة والاستغفارة علشان تنجوا من النار ما أنا ممكن في مناسبة سعيدة أقول لك كل سنة وانت طيب وآلف مبروك وممكن في نفس المناسبة أقول لك الله يباري فيك حافظ على النعمة اللي ربنا ادهالك لإني أخشى عليك إن انت تفقد النعمة دي ده برضو من باب الحب من باب الحب إن أنا بوصيك بالخير وبمنعك من الشر هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن ابن سيرين قال اختصم الرجال والنساء أيهم أكثر في الجنة مين اللي أكثر في الجنة الرجال والنساء فإما تفخروا وإما تذكروا فقال أبو هريرة واحتج بأن النساء هن أكثر أهل الجنة بحديث النبي الذي رواه مسلم حينما قال إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يرونهم على أشد كوكب ضري في السماء إضاءة لكل مرئ منهم زوجتان اثنتان الله فاستدل بهذا الحديث على إن النساء في الجنة أكثر من الرجال والدليل على كده إن كل رجل له زوجتان ده غير ده كلان ده من حر لين ده غير بقى نساء الدنيا تعالوا نكمل مع بعض ما لنساء الدنيا في جنة الرحمن سبحانه وتعالى ولكن بعد فاصل قصير صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقة النهار ده هدية هدية لكل أخواتي وأمهاتي وبناتي لكل نساء المسلمين في الدنيا عشان ما فيش واحدة تيأس من رحمة ربنا في يوم بالأيام والله العظيم دخلت مكتبة كلام ده في التسعينات والله العظيم أنا لا أعرف اسمه مصنف هذا الكتاب دخلت لقيت كتاب مرسوس في المكتبة بشكل مش طبيعي خمس نسخ وراء بعدها ووراها بقى إيه نسخ خطيرة فلقيت الكتاب مكتوب عليه النساء أكثر أهل النار ومرسوم عليه صورة وش واحدة كده وطالع من بقاها نار فقلت لصاحب المكتبة إيه رومانسية اللي انتوا فيها ديت يعني النساء أكثر أهل النار ورسم لوحدة طالع من فامها النار قال لي قال سبحان الله وده مش حديث صحيح لكن إحنا اللي فهمينه غلط ووضحت له بقى الكلام اللي أنا قلته لكم إن النساء هيكونوا في آخر الزمان جاء جماعة كل رجل قدامه خمسين امرأة في العدد في العدد يصبح الرجل ده مسؤولة عن خمسين امرأة سبحانه الملك فقلت لما يخش خمسة من النساء النار ربني عفوك يا رب ويخش معها رجل يبقى النساء أكثر أهل النار لكن بص بقى في الوجه المشرك الآخر إن خمسة واربعين امرأة أنا طبعا لا أقصد العدد بعيني لشان ما حاجيش حد يقول ده الشيخ محمود قال في خمسة يخشه كده وخمسة واربعين ده أنا بدي مثال فلو دخل خمسة واربعين الجنة ومعهم رجل واحد يبقى النساء أكثر أهل الجنة الإمام القرطبي كان ليه رأيه برضو جميل جدا جدا قال إيه؟ قال النساء أكثر أهل النار قبل أن تبدأ الشفاعات فإذا بدأت الشفاعات وخرج عصات الموحدين من النار إلى الجنة كنا أكثر أهل الجنة الله اتحلت المشكلة الأولى يا نساء المسلمين اتحلت المشكلة الأولى يا إخواني وإخواتي وإباء وإمهاتي حلنا المشكلة؟ أه اتحلت المشكلة يبقى لو النساء أكثر أهل النار فهن أيضا أكثر أهل الجنة وده نتيجة العدد الكبير للنساء ودي بشة جميلة للنساء لأن أنا أعلم أني كانت بتوصن درسائل أحيانا من بعض النساء أنهم يعيزا بلاقوا وقعوا في مرحلة اليأس ما دلنا إحنا زي ما بتقولوا أنهم أكثر أهل أو أن إحنا أكثر أهل النار خلاص بقى هنعبد ليه ونلبس حجاب ليه ونعمل ليه؟ أبدا إن شاء الله النساء أيضا أكثر أهل الجنة وقد ذكرتوا الأدلة العلمية كلها قول ابن حجر قول الكرطبي وذكرت الحديث الذي رأى مسلم وستدلال أبي هريرة بأن النساء أكثر أهل الجنة وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل رجل منهم زوجتان اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد طيب إحنا كده ذكرنا الشبهة اللي بتقول أن النساء أكثر أهل النار فأنا لهم خدوا بالكو والنساء أيضا أكثر أهل الجنة حاجة تانية طيب النساء ليهم إيه في الجنة؟ ما أنتوا دائما بتذكروا الرجال وليهم حور العين والمتعباء والنظر واللزة وينظر في وجهها في مرآة خديها أربعين سنة لا تمله ولا يملها ويرى مخصاقها من وراء سبعين حلة من الحسن والجمال ومالي النساء ليهم إيه؟ عدي معي أخت الفاضلة رقم واحد ربنا هينشئك في الجنة نشأا آخر لو مدت ربنا يديك طلط العمر مع حسن العمل لو مدت وعمرك تمانين سنة أو تسعين سنة ووشك كرمش واسنانك وقعت وبقيت مش شايفة قدامك ربنا هينشئك نشأ جديد خالص دخل النبي يوما على أم عائشة فوجد عندهم مرآة عجوزا فقال من هذه؟ قالت إحدى خالاتي يا رسول الله فضحك معها وقال أما تعلمين أن الجنة لا يدخلها عجوز؟ فبكت المرأة بكاء شديد يعني عشان عجزت مش تخش الجنة فبكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لا تدخلينها وأنت عجوز أما سمعتي قول الله عز وجل إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكار عربا أطرابا الله زوجة حضرتك اللي عندها سبعين تأمين سنة اللي انت شايفه قدامك خلاص يعني تعبت وعجزت وكبرت واسنانها وقعت في يوم الإيامة في الجنة هتعرفها بصعوبة هتلاقي واحدة أجمل من أجمل امرأة وجدت على وجه الأرض مليارات المرات الجمال اللي يبقى أكبر من جمال الحور العين الحور العين اللي النبي قال لو أن بعضة بنانيها جزء من صباحها بادة ظهر من السماء لطمس ضقوه ضوء الشمس والقمر زوجتك هتبأ أجمل منها اللي النبي قال عنها لو أن خصلة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرك والمغرب زوجتك هتبأ أجمل منها اللي كان عندها سبعين وتمانين سنة وخلاص وخلصانهم الشايفة قدامها إن أنشأنهن إنشاء فجعلنهن أبكار هنترجع بك للمرة تانية عربا العروب هي المرأة التي تتفنن في كلمات الحب والعشق والغرام لزوجها في الحلال في الدنيا كنت تقول لي زوجتك بحبك فتقول لك جزيك الله خير ما تسمعكش كلمة حالة مكسوفة تكلمك مكسوفة بدلك كلمات الحب في الجنة بقى تتفنن في كلمات الحب والعشق والغرام في الحلال عربا أطرابا أطرابا في سن واحدة عشان تتحلي مشكلة النساء بيبقى لوحدة عندها مثلا 20 سنة تسألها عندك كم سنة تقول لك عندك 20 سنة وفرحانة طبعا لاسف عايزة شبابها بعد 30 سنة لو سألتها عندك كم سنة تقول لك 19 ومشها في 18 ليه؟ مش عايزة تكبر عايزة تفضل عدود صغيرة ولزيك تبقى أكبيرة في السن وتتنرفز منك لو قلت لها لو سمحت عندي كم سنة تبقى عايزة تكلك إنما في الجنة بقى تتحلل مشكلة الكل رجالا ونساء الكل يحشر في سن 33 سنة هو السن الذي رفع فيه عايزة عليه السلام إلى السماء الدنيا بأول منحة للنساء إن أنشأناهن إنشاءا ربنا هنشأت نشأة آخر لأنت محتاجة لمراكز تجميل ولا نفخ حواجب ولا طرقعة ودان ولا أي حاجة خالص من مرة هتروحي هناك ملكة جمال في الجنة الحاجة التانية إنك تكوني مع زوجتك مع زوجك في الجنة الحاجة التانية إن أنت هتكوني مع زوجك في الجنة زعيمة الحور العين اللي مع زوجك وزوجك لا يرى إن واحدة من الحور العين أفضل منك بل أنت في عينه أفضل من كل الحور العين ليه؟ فغلبنا هن قوله أمينا عائشة لأن الحور العين لو تفغرت عليك اقول لا لا انت لا صليته ولا صمته ولا توضيته ولا تصدقتي ولا تعبتي مع زوجك ولا أسرتك ولا أولادك أنا اللي تعبته أنا اللي بزلت انت خلقت فقط للنعيم في الجنة امرأة مؤمنة في الدنيا أفضل من كل الحور العين اللي موجودين في جنة الرحمن سبحانه وتعالى رقم ثلاثة ان الرجال هيبقى معهم الحور العين طب والمرأة المؤمنة اللي صلت وتعبت وصامت ولبست حجاب وبذلت كل الجهد ده هل تجاوز مين؟ اقول لكم لو ان واحدة في الدنيا ما جاوزتش وماتت وهي ما جاوزتش ففي ايضا ناس شباب مسلمين ماتوا ما جاوزوش فربنا يجمعهم في الجنة ويجاوزهم لبعض ليه ايه الميزة في رجل الدنيا؟ رجل الدنيا ده يوم القيامة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر في الحديث اللي دلقاء التبراني في كبير بسند صحيح ان الرجل من اهل الجنة ليعطى قوة مئة رجل في الطعام والشراب والشهد والجماع وكل هذي تستمت به المرأة والزوج في نفس الوقت يبقى هذي متعة كبيرة ان يبقى زوجها حبيبها اللي كان معها في الدنيا طب لو ما كانش زوجها في الدنيا يبقى زوجها في الجنة لو ما كانش هو اتجاوز وهي ما اتجاوزتش طيب الحالة التانية اتجاوزت واتطلقت وما اتجاوزتش التاني فيه برضو شباب اتجاوزوا واتطلقوا ومش لازم يجمع المطلقة مع المطلق يعني ممكن يجمع المطلقة مع الموحد ما اتجاوز يعني ما اخصدش الترتيب ده اخصد يعني زوجة جاية في الاخرة وهي منهاش زوج وزوج جاي في الاخرة في الجنة وهو مجرس زوجة فربنا يجمعهم مع بعض واحدة تجاوزت وجوزها مات وهي عيشة وما اتجاوزتش من بعضه لكن هو دخل النار وهي دخلت الجنة فربنا يزوجها من زوج من المسلمين اللي ماتوا ما تجوزوش ودخل الجنة طيب خلصوا الرجال ما انتعرفين احنا قلنا النساء عددهم بالنسبة لرجال واحد الى خمسين الرجل قدامه خمسين امرأة فبالتالي عدد النساء في الجنة كبير جدا جدا وعدد الرجال مش قد عدد النساء فيخلق الله خلقا اخر وينشئ في الجنة نشأا اخر من الرجال المطهرين الذين لم يعصوا الله طرفة عين فيزوجهم من نساء المسلمين الدليل يا شيخ محمود الله يبارف فيك عايزين كلام كده حاجات كده مطلقة كده وخلاص عايزين كلام مقيد بحديث النبع السلام وانا بقول لكم اي كلمة قولها ما لهاش نص لا في كتاب ولا في سنة ولكن انك سمعتها مني حديث روال بخاري ومسلم في اعلى درجات الصحة قال صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها لا تزال جهنم يلقى فيها ايه الناس والحجارة وخودها الناس والحجارة وهي تقول هل من مزيد هل من مزيد الى ان يضع الجبار جل جلاله وتقدست اسماءه يضع الجبار قدمه في النار فينزوي بعضها الى بعض وتقول قد 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 امتلأت خب بالك اما الجنة فيكون فيها فضل يعني لسه فيها اماكن فضية كتير جدا فينشئ الله لها خلقا اخر فيسكنهم الجنة الله وفي الغالب هيكون اكترهم رجال لسبب ليه انا مقولش كلهم بقول اكترهم ليه علشان يتجوزوا نساء المؤمنين اللي دخلوا الجنة وليس لهن ازواج اخر معلومة نقولها في هذه المعلومات اللي قلناها لنساء المسلمين عايزين نقول ان المرأة لاخر ازواجها لو واحدة جوزت مرة واثنين وثلاثة واربعة يوم الايام هتكون في الجنة المين في بعض في حديث بيقول ان المرأة ستكون لأحاسنهم اخلاقهم والحديث ضعيف لكن الحديث الصحيح ان المرأة تكون لاخر ازواجها اخر ازواجها مين بس يكون من اهل الجنة ما يكونش من اهل النار فلو جوزت واحد وبعدين طلقت منه وجوزت تاني ومات او مثلا او طلقت وبعدين جوزت التالت ده كان اخر واحد وهو دخل الجنة وهي دخلت الجنة تكون لاخر ازواجها خطب معاوية ابن ابي السفيان ام الضرداء وارادة انها تزوجها بعد موت ابي الضرداء بفترة فقالت اني سامعت ابي الضرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة لاخر ازواجها عايزة تقول له انا عايزة عيش مع ابي الضرداء في الجنة حزيفة قال لزوجتي ان شئت ان تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي من بعدي اسماء بنت ابي بكر كانت متجوزها زبير ابن العوام فكان احيانا يقص عليها يضربها راح تشتكت لابي بكر له ابوها فقال ازبري يا بنياتي فان المرأة اذا كانت قد تزوجت من رجل صالح ودخلت الجنة يكون زوجها في الجنة اذا كان هو طبعا من اهل الجنة ولذلك حرم الله على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انهم يتزوجوا بعد النبي لانهم ازواج النبي في الجنة ولذلك لما النبي طلق السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قال جبريل له يا رسول الله ان ربك يأمرك ان تراجعها فانها عابدة صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة دي كان بعض الاشياء التي لنساء المؤمنين في الجنة ربني اجمعكم مع امهات المؤمنين في الجنة ولا تنسوا الشعار الذي رفعناه ولا ذي سلسلة وماذا اعددت لها الحجاب يا نساء المسلمين الصلاة العبادة اتطاع لله عشان ربني يكلمك بكل الاشياء التي ذكرتها لك في الجنة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى عليه وسحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته